حلقة أخرى من برنامج حقيقة الأمراض في هذه الحلقة نتكلم عن جرثومة المعدة الهليكوباكتير بيلوري هذه الجرثومة اللولبية عند شكل لولبي لماذا؟ لأنها تتحرك بطريقة لولبية وعندها حركة قوية جدا هذه الباكتيريا التي على هذا الشكل تتحرك كثير هذه الباكتيريا تصيب المعدة لماذا؟ لأنها تفرز أنزيم بروتياز وهذا الأنزيم هو الذي تحلل به نسيج المعدة وتحدث بعد التقب في المعدة وهذه الجروح أو التقب لما يصي لها شيء حامد لما يكون الأكل يصي لها شيء حامد فيحس الشخص بحرق بألم شديد في المعدة وهناك حالات لا تصل إلى الألم لكن تكون عندها هذه الباكتيريا بشكل مرتفع بتركيز مرتفع وهي الباكتيريا الوحيدة التي تسبب سرطان بعد مدة طويلة سرطان المعدة تتسبب في سرطان المعدة إذا لم يتم علاجها بعد 7 أو 10 سنوات فربما تحدث سرطان المعدة لأنها تؤرق المعدة كثيراً هذه الباكتيريا يجب أن لا يجب أن لا تجد الظروف البيئية التي تجعلها تتكاتر وتعيش بسلام فمن جملة الأشياء يجب على الأشخاص المصابين بهذه الجرطمة أن يوقفوا المواد التي تهضم في وقت طويل لأن كلما بقي الأكل في المعدة لمدة طويلة كلما انتعشت هذه الباكتيريا طبعاً ونتكلم عن اللحوم فاللحوم تستغرق مدة طويلة من 3 إلى 5 ساعات على حسب قوة الشخص وعلى حسب تركيز البيبسين الموجود في المعدة وعلى حسب حموضة المعدة ثم على حسب هذه اللحوم أو مخلوطة بعد مع الأشياء أخرى التي كذلك تعطل الهضم ثم إذا شرب الشخص بعد السوائل يعني بعد اللحم فسيتعطل هذا الهضم لماذا؟ لأن هذا التركيز سيترشح سيترشح ثم هذه الأنظيمات لا تصل إلى هذا اللحم وهي تعطل فمن الأحسن أن يتفادى الناس يعني أن يتجنبوا المواد التي تبقى لمدة طويلة في المعدة وهي الألبان واللحوم لما أقول لحوم فهو الدجاج والديك الرومي والغنم والبقر والمعز وكل أنواع اللحوم يعني كلمة لحم بالنسبة لي فهي جميع اللحوم يعني هناك من يتكلم عن لحوم حمراء الذي يتكلم عن لحوم حمراء لا زال يعيش في الستينيات والخمسينيات ليس هناك لحوم حمراء ولحوم بيضاء هناك لحوم يعني دواجين وحيوانات فيجب أن يتجنب اللحوم ويتجنب الأجبان لأن هذه المأكلات يعني تبقى لمدة طويلة في المعدة وأن يكون تغذيته نباتية تقريبا بـ 95 إلى 97% تغذية نباتية وأن يكون زيت الزيتون طبخ عادي تحتنا على نار هادئة وأن لا يكون مقليات وأن لا يكون حلويات مخلوطة مع بروتينات يجب أن لا يكون النظام في حلويات أشياء حلوة سكريات مخلوطة مع أشياء داسمة لماذا؟ لأن هذه الأشياء تحدث تلخبط في الهضم وتحدث تخمرات داخل المعدة التي تزيد من حدة هذه البكتيريا ثم أن يكون الأكل خفيف ونباتي وبسيط وسهل الهضم ثم لا بأس أن تكون هناك واجبات متعددة لا بأس تكون واجبات صغيرة متعددة لا بأس يعني ليس هناك مشكلة الأشياء التي تحد من هذه البكتيريا هو النظام النباتي الأشياء التي تحد من هذه البكتيريا وتجنب اللحوم والألبان الأشياء التي تحد من هذه البكتيريا ممنوع البراصيسد فود ممنوع المواد المصنعة لأن هناك مضافات غذائية هناك مضافات غذائية وهناك كيمويات تزيد تؤجج هذه البكتيريا فمن الأحسن أن يتجنب الشخص جميع المواد المصنعة من نقانق ومن أجبان ومن زيوت وحلويات وبسكاويتات والآيس كريم هذه القشتات كلها ممنوعة على أصحاب هذه البكتيريا يجب أن يأكلوا طبخ المنزل وأن يأكلوا أشياء طبيعية وشخص إذا أحسب الجوع من الأحسن أن يأكل فواكه فواكه جافة أو فواكه طرية يعني عوض ما يشتري بسكاويتة أو شوكولاتة أو أشياء يعني يأخذ فواكه أو يأخذ صلاة خضر أو أشياء هكذا يكون أحسن ثم هذه البكتيريا يعني تضيق من زيت الزيتون لأن فيه مضادة للأكساداء وتضيق هذه البكتيريا كذلك يعني وتضيق كذلك من بعض التوابيل منها زنجبيل من خلنجان ومن كركم ومنها حتى يعني زعفران من أشياء هذه هذه كذلك تضيق على هذه البكتيريا ثم بعض الأشياء الموجودة في الطبيعة والأشياء المرة يعني الأشياء المرة اللي فيها بوليفينولات وفيها فلافونويدات فلافونويدات مثل الزيتون الطازج هذا الزيتون مشيل متخمر لزيتون عادي وزيت الزيتون ثم خرشوف ثم خضر كلها جيدة خضر كلها جيدة يعني لهذه شربة خضر أو صلاة خضر جيد لهذه الأشياء التي يعني تؤجج هذه البكتيريا هي اللحوم المدخنة الإخوان دينا اللي يعيشوا في أمريكا وفي أوروبا أن يتجنبوا النقانق اللحوم المدخنة النقانق وحتى الأسماك دول إسكندنافية فيها أسماك مدخنة يعني أن يتجنبوا جميع اللحوم وتجنبوا جميع البراسيس يدفوضوا يعني يقول هذه اللحوم المصنع اللحوم المصنع هي تشجع هذه البكتيريا من الأحسن يعني أن لا يغسل الناس يعني أسنانهم بهذه معجول الأسنان فيه الفليورايد من الأحسن أن يشتروا معجول الأسنان فيه فليورايد أو أن يغسلوا الفام ببعض الأشياء الطبيعية مثل القرفة مثل يعني أوراق زيتون مثل أشياء هكذا مثل الزعتر يعني يغلوا الزعتر ويمضمضوا به يغسلوا الفام بأشياء طبيعية وأن يتجنبوا هذه لأن الفليورايد هذا معجول الأسنان ربما الفليورايد يتصرب إلى المعيدة الفليورايد هو يؤجج هذه البكتيريا كذلك ماء الصنبور أن يتجنب الناس ماء الصنبور وأن يشربوا مياه معدنية أو مياه مفلترة أو يعني مياه مقطرة إذا كان ممكن ما لا بأس أو حتى في البوادي مثلا هناك عيون وأبار إذا كانت هذه المياه يعني لا تعالج بالكلورايد بالكلورايد بالكلور لغاز الكلورايد بالكلورايد الكلورايد مع الأسف الآن معممة الآن في العالم التي يعني تعالج بها المياه ولكن المياه غير معالجة بالكلورايد مياه كذلك غير محتوية على الفليورايد ثم الملح أن ينقص الناس من الملح والملح التي تستعمل في النقانق هذه يعني الملح المخلوط بالنيترايت السالبيتر في أوروبا يسميه السالبيتر هذا الملح يعني الملح المطبخ مخلوط بالنيترايت هو الذي يستعمل في النقانق فهذا يشجع ويجعل هذه البكتيريا يعني تهيج يعني بقوة هذا النظام النبات النظام بزيت زيتون نظام بطبخ المنزل نظام جيد نظام فيه توابل جيدة في أشياء كلها هذه جيدة بعد منتوجات كذلك تضيق على هذه البكتيريا منتوجات يعني تضيق على هذه البكتيريا لمنها أنه شهد نحل منها أكبر بروبوليس إخوان لأننا في أمريكا وفي أوروبا لعلي البكتيريا هذه من الهيليكوباكتير البالي بيلوري موجودة في إفريقيا وفي آسيا وفي كل الدول ولكن إخواننا في أمريكا وأوروبا عندهم حتى دول الخليج جالية المغاربية في دول الخليج كذلك عندهم هذا أكبر نحل هذه البروبوليس فهذا البروبوليس هو يباع كابسولات يعني يرباع كابسولات في اليوم مع هذا النظام النباتي الذي تكلمنا عنه إن شاء الله يكون خير إنما ممنوع منعا كل الأشياء الباردة التي تخرج من التلاج مياه أو أي شيء بارد ممنوع الأشياء الباردة لأن هذه الأشياء الباردة هي تتعطل في المعدة حتى تصل إلى درجة 36 والأغذية التي تتعطل في المعدة الأغذية التي تشجع هذه البكتيريا يجب أن يشرب المعدة فيه وأن تكون هناك أشياء بسيطة وأشياء نباتية وإن شاء الله ليس هناك مشكلة ثم يجب أن يباعد الناس هذه الوجبات وأن لا يأكلوا ليلا من الأحسن ألا يأكلوا ليلا لأن هذه واجبات الليلية هي التي تزيد في مشكلة هذه الباكتيريا وأن لا يأكلوا في حالة قلق أعيدها ثلاث مرات الأشخاص اللي عندهم الهيليكوباكتير بيلوري يعني هذه عندهم باكتيريا المعذة ممنوع عليهم لأكل أثناء الضجر أثناء القلق يكون شخص موتر ومقلق ممنوع الأكل يجب أن ينتظر حتى يهدأ والأعصاب تكون جيدة ثم يأكل براحته يعني لا ي гору مشكلة هذه الباكتيريا كذلك بعض الأدوية كذلك تؤججها هناك أشخاص يتناولون مثلا بعض الأقراص ضد آلم الرأس أو ضد بعض الآلم الأخرى وهذه الأدوية تزيد في الهيليكوباكتير بيلوري لأنه من جملة الأشياء التي جعلت الهيليكوباكتير بيلوري يستعمر هذا المعذة ويكون بهذا الشكل في العالم والأدوية كترة استعمال أدوية كذلك من الأسباب التي تجعل هذه الباكتيريا تنتعش ويعني تتكاتل وتتمثل ثم يجب أن لا يخاف الناس من هذه البكتيريا ولا بأس الشخص أن يصبر شيئا ما على الألم عوض أن يتناول دواء من أجل الألم أن يصبر على هذا الألم يكون أحسن لأن هناك أشخاص لا يصبرون على هذا الألم ثم يتناولون أدوية وهذه الأدوية إما تعطي أمراض أخرى وإما تزيد في عمر هذه البكتيريا فقط هذه الأشياء لأن هناك أشخاص الآن يتصلون بكثرة وبقوة أنهم استعملوا العلاج الذي يشمل ثلاث أدوية لمدة ثلاث أشهر وبقية هذه البكتيريا ومنهم من يقول بأنها زادت ومنهم من يقول بأنها اندترت ثم راجعت ورجعت بقوة إلى آخرين فليكن هذه المعلومات التي أعطينا لأننا لا نتدخل في العلاجات الطبية نحن نتكلم عن نمط العيش الذي يريح الناس وعلاقة نمط العيش بهذه الأغذية هذه البكتيريا أسبابها هي الجنك فود والفاست فود هي المقلية هي الحلوية هي كثرة الأدوية هي الأكل في حالة الدجرة وهي الأكل في الليل هي خلط مأكلات وهي الأكل بكثرة هذه هي الأسباب التي تؤدي إلى انتعاش هذه البكتيريا ما هي البكتيريا كانت موجودة مع الإنسان خلقت منذ أن خلق الله الإنسان على الأرض ولكنها الآن بدأت تظهر بشكل بشع وبشكل قوي جدا لماذا؟ لأننا نطلعيش تغير لأن الأشياء التي نأكلها أصبحت لا تعريف المعدة كيف تتعامل معها فربما بعض الأشياء تؤجيجها من المضافات الغدائية من بعض السكريات الكيموية مثل الأسبارطان مثل هذه الأشياء التي يتناول ذلك منعناها على الناس جميع المواد المصنعة بشكل ملقاش عدنا شك ملقاش عدنا جميع المواد الصنعة ممنوعة على البكتيريا المذيئة معيدة فقط طبخ المنزل الأشياء التي يشترونها من السوق ثم أن يكون وجبات خفيفة وسهلة وأن يمتنعوا عن الأكل في الليل وأثناء الضجر معنا ما عندناش مشكلة هذه الأشياء التي تكلمت عنها يتساعد شيئا ما يتوريح ونظام وليس خلطة نظام الأكل الذي يضيق على هذه البكتيريا حتى بعد الفواكيه لما تأكل بهذا المضاق المر مثل الرمان مثلا يعني الشيح من الرمان الرمان يأكل بشحمه مثل الصفرجل مثلا يأكل طازج يطحن مع الماء ويأكل طازج مثل بعد هذا الخرشوف كذلك يغلل خضرة الخرشوف على شكل شربة أو يأكل هكذا منها زيتون حبوب زيتون وأوراق زيتون كذلك يعني شاي أوراق زيتون يعني هذه الأشياء كلها جيدة هي ليست خلطات وكان الناس كانوا يعملون هذه الأشياء يعني حتى مشروب زعتر يعني شاي زعتر أو شاي أوراق زيتون أو شاي أوراق صنوبر أو شاي أوراق الرمان أو يعني شراب زنجبيل أو شراب الخلنجان أو شراب زعفران شاي زعفران كذلك هذه كلها أشياء جيدة ليست خلطة هذه أشياء داخلة في نماط عيش الإنسان ونمات بالنظام الغداء إن شاء الله نكتفي بهذا القدر إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته